فتح اجتماع قيادتي العمليات المشتركة والعزم الصلبة الذي جرى الجمع الباب واسعاً أمام التكاهنات بشأن بدء الانسحاب الأمريكي من العراق في الأول من تشرين الأول المقبل ويأتي هذا التحرك قبل أشهر على الموعد النهائي لسحب تلك القوات وفق اتفاق جولات الحوار التي عقدت بين الجانبين الأشهر الماضية إذ اتفق الجانبان على خفض القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل في أول إجراء عملي نحو الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد وبحسب مصادر عسكرية عراقية فإن القوات الأمريكية القتالية ستنسحب وقد تترك جزءاً من المعدات المهمة التي استعملتها في العراق كهدية ودعم على أن يذهب جزء منها كذلك لقوات البشمارغة لكنها أشارت إلى أن خريطة الوجود العسكري الغربي في العراق لن تتغير إذ ستبقى قاعدتا حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار رئيسيتين إلى جانب معسكر فيكتوريا المجاوري لمطار بغداد الدولي تنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة سينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط من خلال الانطلاق إلى مرحلة جديدة من العلاقات أساسها الاقتصاد والارتكاز على التنمية المستدامة مع إبقاء الجانب العسكري ضمن إطار الاستشارة والتدريب ومع أن الفصائل المسلحة تدفع بمساندة كتل سياسية في البرلمان تؤيد توجهاتها نحو إخراج القوات الأمريكية من العراق غير أن هناك من لا يكترث كثيراً بالوجود الأمريكي في البلاد بل ويرى البعض فيه عاملاً لردع الجماعات المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر